شيخنا الإسلامي من أولياء هذه الأمة من السلف الصالح إمام عظيم اسمه السهل بن عبد الله التستري ولي كبير وعالم كبير كان من سلف هذه الأمة الصالح رضي الله عنه هذا الإمام كان صغيراً يتربى عند أستاذه عند شيخه شيخ عنده طلاب لكن دائماً الشيخ يحب هذا الولد الصغير يحبه جداً يهتم به كأنه حصل عند الطلاب بغيرة بسبب أن الطلاب يرون الشيخ يهتم بهذا الطالب أكثر منهم اشتكوا إلى أسرتهم كأن أساتذة أباء الأولاد قالوا لشيخ لماذا تهتم بهذا أكثر مننا لماذا تهتم بهذا أكثر من ابننا فقال خلص غداً نعمل وليما حتى أعرفكم لماذا نهتم بهذا كل واحد الشيخ قال غداً كل واحد من الطلاب يأتي بدجاجة وسكين ثم في يوم الثاني كل طالب أتى بدجاجة ومعه وسكين الشيخ قال كل طالب يذهب في مكان يثبح هذه الدجاجة في مكان لا يراه أحد أحد لا يراه وذهب هذا طالب اختبأ هنا وهذا هنا وهذا هنا كل واحد أخذا وجاء إلى الشيخ وقال أنا ذبحت في مكان ما يراني فيه أحد إلا سهل جاء يبكي ومعه دجاجة وسكين وما مذبوحة أباء موجودين وهؤلاء أولاد موجودين قال الشيخ موجود قال يا سهل أنت لماذا ما ذبحت دجاجتك قال يا شيخي أنت قلت إذبح في مكان لا يراك فيه أحد كلما ذبت في مكان وجدت الله يراني كيف أذب وجدت الله يراني قال الشيخ للأباء الآن عرفتم لماذا أهتم به سبب هذا الولد عنده هذا الشعور بالله سبحانه وتعالى أن خاله رباه عندما كان صغيرا ينام ويقول خاله يقوم يصلي يقول أريد أصلي معك يقول لا لا أنت نام صغير لكن بدأ أن تصلي قل الله شاهدين الله ناظرين الله معين تربى هذا الولد الله شاهدين الله ناظرين الله معين إلى أن وصل به ما يقدر يذبح دجاجة في مكان أستاذ قال لا يراك فيه أحد ولكن الأحد الواحد الأحد يراني جاء يبكي ما يقدر عندما نتربى على إعطاء حق الله أنا ذاك خذ أمة صالحة لا تخالف قانون ولا تفرم إنسان ولا تعتدي على حيوان وأنت نام آمن مطمئن الناس أهل تقوى يخافون من الله جاء رجل يخطب إمرأة وجاء آخر أغنى وأثرى وأجمل فسألت البنت وأبوها أيهما أتقى لله فقيل هذا الفقير هذا عنده تقوى لله يخاف من الله والثاني هكذا فاختاروا هذا فقيل لأبيها لما اخترته وفضلته على هذا الغني الثري قال هذا يخاف من الله إذا أحب ابنته فقد أحبها يحبها وإذا أبغضها لم يظلمها وإذا أبغضها لم يظلمها لأنه يخاف من الله أما هذا هذا إذا أحبها أحبها لأنه أحبها لكن إذا أبغضها ليس يظمن لما يظلمها ما يخاف من الله الله جرس عظيم نعم